نبدأ الآن في نظرية التكاليف المتغيرة طبقا لنظرية التكاليف المتغيرة تتحمل وحدات النشاط بكافة التكاليف الصناعية المتغيرة فقط سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ملاحظات على نظرية التكاليف المتغيرة أول حاجة ثبات تكلفة الوحدة تبعا لحجم الإنتاج المحقق رقم اثنين الاستفادة من تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح وتحليل التعادل ثلاثة المساهمة في اتخاذ القرارات يبقى ممكن أسألك سؤال وقولك ما هي النظرية التي تساهم أكثر في اتخاذ القرارات أقولك نظرية التكاليف الكلية ما هي النظرية التي عندها يحدث ثبات لتكلفة الوحدة أقولك نظرية التكاليف المتغيرة ما هي النظرية التي يمكن استفادة منها في تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح أقولك نظرية التكاليف المتغيرة شكل قائمة التكاليف وفقا لنظرية التكاليف المتغيرة ببدأ بالتكاليف الصناعية المباشرة معروف عرفنا دلوقتي التكاليف الصناعية المباشرة اللي هي الاولية اللي هي مواد مباشرة اجور مباشرة مصرفات اخرى مباشرة مجموحهم التكاليفة الاولية اضيف عليها التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة فقط من ايه بقى مسلا على سبيل المسال مواد غير مباشرة متغيرة اجور غير مباشرة متغيرة قوة محركة المتغيرة اي مصروفات اخرى تخص المصنع بخلاف ما سبق ويكون متغيرة لابد ان يكون كل دي بنود ايه متغيرة بنود متغيرة يبقى لما نجمع كل المباشر هيديني الاولية ونجمع غير المباشر المتغيرة هيديني التكلفة مجموعة التكلفة صناعة غير بش المتغيرة مجمع الاتنين مع بعض مجموعة التكلفة الاولية اللي هي مباشرة مع التكلفة الصناعية غير المباشرة هيديني اجمال التكلفة الصناعية المتغيرة خلال الفترة اجمال التكلفة الصناعية المتغيرة خلال الفترة ابدأ اضيف عليها تكلفة انتاج تحت التشغيل اول مدة بس بالمتغيرة واطرح تكلفة انتاج تحت التشغيل اخر مدة برضو بالمتغيرة يديني تكلفة الانتاج التام المتغيرة خلال الفترة أبدأ أضيف عليها زائد تكلفة إنتاج تام أول مدة برضو بتكون تكلفة متغيرة وأطرح تكلفة إنتاج تام آخر المدة برضو متغيرة يديني تكلفة الإنتاج التام المباع المتغيرة خلال الفترة ده شكل قيمة تكاليفة وفكة لنظرية تكاليفة المتغيرة نشوف قيمة نتائج الأعمال أو قيمة الدخل وفقا لنظرية التكاليف المتغيرة أبدأ بإرادة المبيعات عدد الوحادات المباعف سعر بيال وحدة أطرح تكلفة المبيعات المتغيرة هي تكلفة إنتاج تام مباع متغيرة خلال الفترة اللي جبناها من قيمة التكاليف اللي فاتت ده الرقم اللي جي من قيمة اللي فاتت أضيف عليها تكاليفة سوقية متغيرة زي مباشرة غير مباشرة متغيرة بناخد المباشرة نسكت لأن كل المباشر متغير يبقى أي مباشر متغير يبقى معنا في تكاليفة التسوقية المتغيرة المجموعة ده يطلع لي مجموعة تكلفة المباعات المتغيرة يبقى أنا عندي إرادة المباعات فوق وتكلفة المباعات هنا الفرق بينهم هيطلع لي حاجة اسمها إيه؟ هامش المساهمة هامش المساهمة ده أو الربح الحدي كان يسمى مجمل الربح لما كنا في النظرية الكلية في النظرية الكلية كنا بنسمى الفرق بين إرادة المباعات وتكلفة المباعات مجمل الربح لكن في النظرية المتغيرة بنسميه هامش الإيه؟ المساهمة هامش المساهمة أطرح منه التكاليف الثابتة والإدارية تكاليف صناعية غير مباشة ثابتة تكاليف تسوقية غير مباشة ثابتة وتكاليف إدارية وتمولية جمع دول مجموحهم يبقى مجموعة تكاليف الثابتة والإدارية الفرق بينهم يطلع لي صافي الربح أو صافي الخسارة